قال عزة الرشق عضو المكتب السياسي لحماس يوم السبت أن مضمون اقتراح وقف إطلاق النار في قطع غزة الذي خرجت به المحادثة الربعية الأخيرة لا يشمل وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من قطع غزة وعودة النازحين في قطع غزة إلى ديارهم كما تدعو إليه حماس واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بالمماطلة لكسب الوقت واستخدام المفاوضات كغطاء لمواصلة العدوان كما قال عزة الرشق أيضا أن حماس تتعامل بإيجابية مع أي اقتراح وفكرة يمكن أن تضمن وقف العدوان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطع غزة هذا وفي 27 أكتوبر المنصر بالتوقيت المحلي استؤنفت مفاوضات وقف إطلاق النار في قطع غزة في العاصمة القطرية الدوحة وحضر المحادثات ممثلون عن قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل دون حضور حماس وهناك تقارير تفيد بأن الوسطى اقترح على حماس هدنة مؤقتة لا تتجاوز شهر واحدا ولكن حماس رفضت هذا الاقتراح وقال القياد في حماس سامي أبو زهريا والجمعة إن هدف حماس هو وقف حرب الإبادة ضد سكان غزة وإن حماس لن تقبل أي اقتراح سوى وقف دائم لإطلاق النار اشتركوا في القناة